موسيقى عزيزي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج جسور زي ما حرقكم شفتم في التقرير السابق مجلة عن الفيلم وعن السينما وعن فنون السينما المختلفة تصدر عن جمعية النهضة العلمية والثقافية جزوية القاهرة علشان كده في هذه الفقرة يسعدنا ويشرفنا ان احنا نعرف اكتر عن هذه المجلة نعرف عن سابق اصدارها نعرف عن رؤيتها نعرف عن التطورات اللي بتحصل في السينما من خلال لقاءنا مع الاستاذ حسن شعراوي الناقد السينمائي ومدير التحرير التنفيذي لمجالة الفيلم اهلا وسهلا بحرق اهلا بي استاذ حسن بداية لماذا مجالة الفيلم يعني في مجالات مختلفة بتتحدث عن فنون السينما والفنون بصفة عامة اه حتى لو بعضها قد يبدو يعني اقل جدية وغير صفحات الفنون اللي موجودة في العديد من الجرائد يعني فلماذا مجالة الفيلم اه اولا المجالة الفيلم مفيش مجالات متخصصة في الفيلم في مصر وده يعني الهدف الاساسي لإصدار مجالتنا مجالة الفيلم اه انه ما كانش فيه الواقع ما كانش فيه اه بشكل اساسي ما كانش فيه مطبوعات اه تخص السينما اه اه بشكل جاد زي ما حضرتك قلت وقدمت دلوقتي فعشان كده كانت دعوة لنا احنا ان احنا مفروض اول اسمحلي اقولك ان احنا نادي سينما جيزويت زي ما انت حضرتك عارف فكان المفروض ان نادي سينما جيزويت هو اللي بيطلع اه اه يعني يصدر الاول اه اه نشرة اسبوعية تطورت بعد كده هالنشرة ان يكون يبقى فيه اه مطبوعة اه غير دورية يعني تطلع كل تلت شهوة مطبوعتنا كمان متميزة شوية لانها ما بتكلمش بس عن السينما احنا سينما وفوتوغرافيا فشعرنا موجود حتى على الغلاف هتلاقيه مفوق مكتوب اه تعني بثقافة السينما وفن الصورة اللي هو الفوتوغرافيا فكل عدد من اعدادنا اه اه جزء خاص بالسينما وجزء خاص اه بالفوتوغرافيا فعشان كده المجلة اه يعني هو ده التميز بتاعها اه الدعوة اساسا انه 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 فعلا ما كانش فيه مجلات اطلاقا خالص دلوقتي ممكن تكون فيه يعني مجلة تقريبا بتطلع شهرية اه لكن كل المجلات زي ما حضرتك قلت اه يعني بتتكلمش عن السينما اه كنقد سينمائي او تحليل اه او تفريك الافلام او كذا او صقافة سينمائية اه كلها اه تهتم اوي باخبار النجوم اخبار الممثلات الممثلين فعشان كده مجلتنا مجلة الحد كبير هي مجلة جادة اه تعني زي ما قلت تعني بثقافة السينما وفن الفوتوغرافيا فاحنا مجلتين في مجلة واحدة اه بنعني اه اخبار السينما او اخبار النجوم فيه سياق العدد اذا كان يستحق ان احنا يعني نقدمه فما فيش مش كده فاحنا فعلا بنقدم لكن اذا لم يكن يستحق فاحنا بالتالي معنيين بشكل اساسي بثقافة السينما لانه لا توجد صناعة سينما في اي حتة في العالم من غير ما يكون هناك ثقافة سينمائية موازية لي وداعمة لي حضرتك عارف اي نشاط ابداعي في الدنيا كلها الادب لازم يكون فيه نقد ادبي كان فيه روايب فيه نقد ادبي المسرح لازم يكون فيه نقد مسرحي حتى السياسة لازم يكون فيه نقد سياسي الاجتماع والاقتصاد اي نشاط ابداعي فان التشكيلي الاخير يعني اي نشاط ابداعي لازم يكون فيه نشاط مكمل دي هو النقد النقد بشكل اساسي هو المرآة اللي بيشوف بها المبدع وهي عملية يعني مكملة لعملية ابداعية طيب احرك برضو من الحاجات اللي بيكلموا فيها ثقافة الصورة ماذا تعني ثقافة الصورة ثقافة الصورة ده مصطلح كبير لانه كل ما تعلق بالفرجة بالمشاهدة بالاستعراض او العرض او العروض لان كلمة مصطلح كبير ممكن احنا في صخافتنا المصرية يعني مؤخرا ظاهر ده لكن قبل كده مكانش موجود الاهتمام الاهم بفن الصورة ظاهر في الفترة الاخيرة ظاهر تأثيره وخاصة ان الصورة مش بس الصورة يعني صورة الفوتوغرافية لا كل ما تعلق بالزي ما قلت بالرؤية والمشاهدة ده تخصص برا في العالم فيه منه افرق ومن زمان من عشرين تلاتين سنة قبل كده واحنا متأخرين تماما احنا ما عندناش مجلة مثلا تتكلم عن الفوتوغرافيا الفوتوغرافيا ده يعني شيء مهم جدا وظاهرت دلوقتي ضرورتها الوقت الآن في الفترة دي الاخيرة انها بتوصق مش بس بتوصق ده سجل يعني سجل ووصيقة دائمة بتقدر تحلل بها يعني تشوف اي صورة الفوتوغرافية مثلا زي ما حضرتك عارف ومتابع في الفيسبوك مثلا الاصدقاء اللي بيعرضوا الصورة الفوتوغرافية من مصر القديمة حلل الصورة دي تطلع منها بأزياء تطلع منها بثقافة تطلع منها بموديلات العربيات البنارات الإعلانات فده وثيقة ودراسة برا في منهج لده وفي دراسة ده مش بس كده ده ده دراسة كمان السينما والفوتوغرافيا بقى الدراسة في العلوم الإنسانية في الجماعات يعني فرنسا في ألمانيا في إيطاليا في أمريكا منهج أساسي السينما والفوتوغرافيا طب فيه سبع معين المجلة بالأبد والأسود؟ أكيد سبب تمويلي آه فعلا يعني بمعنى أنه أولا يعني أنا بشكر معاك بشكر جمعية النهضة أن هي المساحة الكبيرة والغيرة من المستقلين اللي عايزين يعبروا فهذه المساحة وفرهننا يعني جمعية النهضة والأب غليام سيدهم طبعا أخ يوسف رامز أنه بيتحلك أنك تعبر عندها إذا كان عندك حاجة تستحق فعشان كده وفق اللي أبونا أوليام يعني أنه إحنا عندنا موارد متاحة فالموارد المتاحة بتحط فيها أفكارك فإحنا الموارد المتاحة دي بالنسبة لي أنا في الفترة الأولى دي أو الفترة هذه وفترة كمان جاية أنا بالنسبة لي مهمة جدا ورائعة جدا أقدر أعمل بيها المجلتين مش مجلة واحدة طيب عشان تحقي يعني لو سألنا سؤال كده إيه رؤية المجلة إيه أهدافها رؤية المجلة أولا في يعني بالنسبة للمتخصصين للسينما والفوتوغرافيا في جابة حصلت في فراغ كبير جدا معرفي حصل مثلا من حوالي ثلاثين خمسة وثلاثين سنة آه جابة معرفية السينما تعرف نشاط إبداعي متطور جدا جزء منه صنع وجزء منه إبداع وجزء منه يعني دعاية وكذا إلى آخرة كل الأنشطة دي متعلق بالسينما تتورد جدا في العالم معرفيا المصور المعرفي تتورد جدا النهاردة كنت بتصور الأول بخام تمام؟ النهاردة انت بتصورش بخام انت بتصور دلوقتي بديجيتال المسافة دي بين الخام وبين الديجيتال سفة كبيرة جدا مش بس على المستوى الوسيط اللي انت بتصور به لا ده على مستوى المعرفة فكان طبيعي ان احنا مجلتنا ان في معرفة يعني مثلا من دول التصوير عايز يعرف ايه الجديد في سنوعة السينما والحديثة والمطورة والمعارف دي المخرج عايز يعرف ايه الطيارات الجديدة في المعالجة بالنسبة الافلام والفوتورافية المصور نفس الحكاية الممثل نفس الحكاية فلازم احنا نوفر لهم ده فالمجلة بتوفر ده ان احنا طول الوقت عندنا ملفات نوعية خاصة احنا شايفينها انها مهمة جدا وليها ضرورة ضرورة للمتخصصين تمام؟ فبالتالي احنا بنتجبها يعني مثلا عندنا عدد لأول مرة في اللغة العربية بنترجم عن البرتغالي هو العدد رقم اتنين متكلمين عن جلوب الروشا هم وكان منظم مخرج ومنظر كتب مانفستو عن رؤيته هو ومجموعة السينما السينما نوفو البرازيلية عن فهمه للسينما الوطنية الوطنية البرازيلية في مواجهة السينما الامريكية واخذ بالك في مواجهة السينما الامريكية فعمل مانفستو اسمه جمليات الجوع يعني مانفستو تقرأ ده موائم لنا احنا احنا هنا ما حد اشترجمه خالص نهائيا خالص في اللغة العربية فقط كان ترجمة مش ترجمة يعني كان ملوخصات مش عن الاصل احنا جبنا الاصل باللغة البرتغالي وصديقنا العزيز مارك جمال هو ممتاز جدا مترجم عن الاسباني والبرتغالي خد النص الاصلي هو 12 ورعة مانفستو بيان تأسيسي لفهمه ده مبكرا كدام ده سنة 63 وترجمناه كله دي معرفة عشان الناس تعرف الرجل ده اللي هو جلوب الروشة عبقاري طبعا ومات صغير مات عنده 42 سنة ومات سنة 81 الرجل ده هو صاحب اول مصطلح يعني في السينما المستقلة يعني مبكرا الفكرة في الرأس شوف الشعار فكرة في الرأس وكاميرا في اليد وده كان ابن يعني المجموعة دي كلها هو وديسانتوس وجلوب الروشة وديسانتوس وسينما نوفو بدأوا في نوادي السينما في سام بولو في البرازيل يعني اذا نوادي السينما بيها دور مهم جدا انه مش بس انك انت بتعرض افلام انت بتعرض وبتناقش وبتحلل وتفكي الفيلم وتعيده مرة تانية تمام وفي معاه كمان وحدة صغيرة عشان الناس تجرب لو فيه حد جاي ده دور اللوادي السينما في العالم كله طب معلاش عايز اتسأل سؤال واحنا نتكلم عن السينما المستقلة وحريك قلت عن يعني محاربة الامبريالية الامريكية الممثلة في السينما والسينما الفقيرة والفكرة والكاميرا ده مش كله مش بييجي على حساب الجماليات او التقنيات بتاعة صناعة السينما اطلاقا اطلاقا هو نفسه اسمه جماليات الجوع ما نفسه اسمه جماليات الجوع قال انه جماليات السينما التي ننتجها الان في البرازيل سنة 63 لها جمالياتها الخاصة ويجب على العالم ان يفهم هذه الجماليات انها جماليات نابعة من واقع هذا البلد البرازيل بلد كبير جدا ممتد ومتعدد الثقافات والاعراق تمام وعنده مشاكل زي ما شاكنا تقريبا فكان فيه فيه غول امريكي مهيمن في فترة الستينات واخر خمس سينات مهيمن جدا على صناعة السينما طول الوقت في وطبعا انا انا مش بكره السينما اللي امريكية اطلاقا العكس انا بحب السينما امريكية الجادة منها والرائع والجميل وانا عارف وبعرف اميز في ده الموضوع مش خناءة في النهاية الموضوع كله فيه تعاون لكن لازم انت كمبدع وطني اوثنتيك تطلع ده احنا هنا السينما المصرية لازم يكون عندنا هوية لنا هوية لها علاقة بالجماليات انت بتأسس بها جماليات وده دور النقاط والنقد دوره ايه مش هنا انا اعمل مراجعة سريعة لفيلم ويلا وخلاص ومسألة انتهت انت بتأسس لجماليات لان الجماليات دي هي لا تقعد بعد كده للناس فيقول لك فعلا الفيلم ده فيه تصوير غريب او فيه زوايا او فيه معالجة مهمة جدا انا مثلا كنت في مراجعة القاهرة السينماية الاخير فشفت مثلا فيلم باكالوريا هو الفيلم اللي خد جيزة مراجعة كان مناصفة مع الفيلم الايراني فيلم اسم باكالوريا بتاع كريسيا مونجيو فيلم ساعتين اللي عشرة سوس باسي فيلم في غاية البساطة والجمال لس جماليات ما تقدرش تعمل زيها يعني من بساطتها بس ما تعرفش تعمل زيها مش مسألة مجرد امكانيات مادية لا اطلاقا ودي سينما الروماني ده 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 رومانيا بس رومانيا واروبا الشرقية السابقة يعني بتنتمي الى المدرسة الروسية العظيمة في السينما فليهم جماليات مؤسسة سيرجي زينشتاين زيجافرتوف فدول لهم لهم اصول واصول ممتدة وليهم جزور في في التعامل مع السينما تعامل مع الفوتوغاف فكريسيا مونجيو ابن هذه المدرسة العظيمة هو شاب وشاب صغير يعني مرتين ياخد مرة خد سعفة بها ومرتين ياخد من المارجان يعني يجلس لجنة التحكيم وكل مارجانات العالم كريسيا مونجيو يخش يعني تعظيم سلام وتفضل الجايزة من غير اي حاجة يعني من قبل ما يعمل اي حاجة فلهذه الدرجة الشعوب دي والناس دي شغالين وإحنا فين واستاذ حاسر ماهو إحنا فين دي احنا هو يعني احنا اللي علينا اهو بنعمله وقابلك يعني صحيح مصرف الآن أنا بتكلم على صناعة السينما في مأزق كبير جدا مأزق كبير وانا شوفته في مارجان القارة السينماية يعني الفيلم الافتتاح الرئيسي وما فيش داع طبعا الكلام اللي هو ده مش موضوعنا وفيلم آخر وتم استبعاد فيلم تاني لأحد الأصدقاء وكان مفروض يبقى هو داخل المسبقة الرسمية وتم استبعاده واخبلك المستوى اللي انت بتشوفه انت في مهرجان ماشي فانت بتشوف كل المهرجان كل الأفلام الشعوب كلها السينما الصينية قدامك السينما العالم كلها قدامك فانت بتشوف المستوىك انت فين ده تلمو متر مستوىنا ضعيف جدا يعني يعني مع الأسف الشديد المستوى ضعيف جدا والسينما المتناولة يعني فيها بقس يعني بقس هذه الدرجة على الرغم عندنا فرص جميلة جدا وعندنا الوقتي كنا الأول بنصور يعني كانت صعوبة جدا انك تصور بخام وكذا والكلام ده كانت محتاج امكانات هائلة كانت هائلة كده لكن دلوقتي ده بلاش تاني موبايل بتاعك تعمل بي فيلم موبايل بتاعك تعمل بس تعمل بيزي بس ازاي احنا مش متأصلين كده واحنا عندنا برضو جذور وعراقة ومن أوائل الدول في العالم اللي كان فيها سينما ما فيش كلام ان مصر اللي هي تاريخ تاريخ عظيم ومجيد احنا تاني عرض في العالم سينما الف سمية خمسة وتسعين الف سمية ستسعين في كومة الدكة في اسكندرية عرضنا عرضة تاني يعني احنا احنا سبقين ولنا تاريخ ولنا طيارات لا سنة لنا طيارات نقدية وكنا مبكرين جدا يعني كنا احنا مثلا قبل الوقعية الايطالية الجديدة سنة اربعة واربعين احنا كنا قابليهم بكمال سليم ومحمد بيومي قابليهم بس ما عادش عمل ده بس فين الان دلوقتي انت فين اصبح في زمة التاريخ انت تقرى بس في التاريخ لكن دلوقتي ايه الواقع بتاع الانقطاع ده حصل ليه وامتا انقطاع ده له أسباب كتيرة جدا يعني امتا بلاش ليه طيب بدم أسبابه كتيرة بداية ما نقولك احنا مصر السينما المصرية والسينما العالمية العالمية كنا ماشيين يعني قدما بقدم وكتفا بكتف اه ونسوء عالي جدا تمام لغاية سنة اواخر الستينيات سبعين وواحد وسبعين كمان وبعد كده بدأ انحضار شديد جدا ممكن بعد يعني بداية السبعينات اه بعد كمان تلاتة وسبعين فترة الانفتاح وحصل انهيار في صناعة السينما المصرية الاسهل الشديد واثر على قطاع كبير جدا السينما السينما يعني يعني صناعة كانت تاني دخل دينا بعد القط اتخيل الان انك بتنتج دلوقتي كام يعني يعني قول لي انت كان كم فيلم تنتجه السنة اللي فاتل كان فيلم انتاجنا كم فيلم الصناعة المصرية العظيمة اللي حنتكلم عليها اه اللي كان بتنتج بمية وخمسين ومستين فيلم اه النهاردة انت بتنتج كام عشر افلال حداشر فيلم اثناشر فيلم ايه ده في الوقت اللي فيه سينما بعد يعني بازغة لسه يعني لسه وليدة سينما الايراني وحنا نخصص لها عدد اللي جاي ان شاء الله عن السينما الايراني نظر عن قرب انها سينما عظيمة جدا وسينما ملهمة جدا ملهمة ندي سينما اللو باجت كلم عن اللو باجت منخفض التكاليف مش كيرا وباس اللي عندهم رقابة دي دولة ثيقراطية دولة دينية نظام دين تمام ومع ذلك هذا النظام الديني انتك هذه السينما اللي احنا بنشوفها واخدها اسكر واخدها كان اربع مرات السعف الزهبية اربع مرات منهم بنت سميرة محمل بوف اه على فيلم بنت كان عندها ساعتها اثنين وعشرين سنة السعف الزهبية اوكي اه بيرلين كارلوفيفاري كل مهرجانات العالم السينما الايراني يتخش فيها اي حد سنة العالمية برضو تعظيم زي كريسي منجو كده تعظيم سلام تفضل الجائزة بتاعتك الف شكر وتقدير واحترام عميق لك انت بتعمله فانت الان احنا فعلا انا انا بقولك انا حزين على اللي شفته في مهرجان القرية السينمائي واحنا انخصصته عدد ان شاء الله يعني اراية في العدد اللي احنا شغالين فيه ده حزين واحنا بس احنا يعني احنا ما عندنا يعني لا نبكي ولا مش نعود نوح يعني هنشتغل فاللي قدامك مساحة للشغل انا بتحدي مساحة للشغل جمعية النهضة طيب نتكلم بقى عن تأثير المجلة يعني لان المواضح ان احتياج لها ضخم وضروري اولا حريك بتقول انها كل تلات شهور غير دورية كل تلات شهور بالضبط في محاولة اللي يجعلها يعني اكثف او حاجة ان شاء الله ومحاولة تانية ان احنا هنعمل موقع بورتال بوابة كبيرة جدا تخص السينما والفوتورافيا يعني احنا اطموحنا كبير بس بنمشي وفقا للجزويت للموارد لا للجزويت كمان وفلسفتهم جميلة جدا ان احنا وفقا للموارد المتاحة سيما قلت حضرتك وخطو خطو نشوف الاول احنا عملنا نادي السليمة وبعدين طلعنا بعد اربح سنين طلعنا العدد الاول بعد اربح سنين واخنا عاديم من ناقش هنا احنا طلعنا العدد الاول تمام فبعد السنتين من المجلة احنا عملنا العدد السابع هنعمل موقع كبير جدا يعني بنحطها يعني بديف على الموقع بشكل اساسي عشان نتيحها اكتر للناس وفي مكتبات وسط البلد ان احنا بنطبع طبعا محدودة برضو يعني بالنسبة لنا طبعا يعني حوالي الف نسخة بنطبعها وبنبعها تقريبا باقل من سعر التكلفة باقل من سعر التكلفة بصراحة يعني فهدف ان احنا عايزين نوسع هذه الدائرة ونلفت النظر وبنكتشف يعني برضو احنا يعني برضو في اي تكريبة واي مشروع حضرتك عارف ببقى فيه طبعا فيه مشكلات فيه اخطاء انت بتقع فيها فانت طول الوقت بتعارك هذه الاخطاء وبتعدم المصارك بهدف انت عندك هدف اساسي طول الوقت انه ده المجلة دي تبقى يعني زي ما قلت نتمنى ان تبقى شهرية ان شاء الله مع الموقع ده يسري الحالة الحين انه جزويت كمان احنا عندنا مدرسة للسنة انت عارف حضرتك فكمان يبقى فيه كوادر كمان المدرسة تطلع هذه الكوادر ويبقى فيه يعني نشاط ونحاول نحصل رومانيا نحصل ايران نحصل رومانيا نحصل رومانيا رومانيا عظيمة جدا وايران عظيمة جدا نتكلم على السينما يعني شيء فعلا انا بوله احنا كلنا نلعب الدور المطلوب مننا سواء بصناعة السينما انتاج كوادر زي مدرسة السينما بتنتج وسواب ممارسة هذا النقد الفني والسينمائي في الختام اشكر ضيفي العزيز الاستاذ حسن شعراوي النقد السينمائي ومدير التحرير التنفيذي لمجلة الفيلم فاصل قصير ونعود لحضراتكم مع فقرة خاصة سنتحدث عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة